السلام عليكم ومرحبا بكم سوف نتحدث عن أرخص الأعلاف التي يبقون زراعتها للمواشي في فصل الشتاء أو الأعلاف الشتوية زراعة الشعير من البذور كما تلاحظون مع إخوان سوف نتحدث عن كمية البذور والتسميد والعناية وجميع المراحل التي تمر منها هذه الزراعة أو هذا المحصول الزراعي كما تلاحظون هذه البذور الشعير فهي غنية عن التعريفة هي جيدة للإستلاك بنسبة للمواشي كما تلاحظون على سبيل المثال فيشبيها بالقمح من ناحية العناية أو التسميد كما تلاحظون بنسبة كمية البذور إذا أردنا أن نقوم زراعة هكتار واحد 200 كيلوغرام في الهكتار الواحد أفضل طريقة لزراعة الشعير هي طريق الندر أو تشتيت البذور كما تلاحظون بنسبة بذوره فهي رخيصة نوعا ما مقارنة عن المحاصيل الزراعية الأخرى في السنف الأعلاف كما تلاحظون سوف نقوم بزراعتها عن طريق الندر بالنسبة كمية البذور 20 كيلوغرام في الهكتار الواحد كما تلاحظون نقوم بزراعة عن طريق الندر فهي شبيهة بزراعة القح من الأفضل أن يكون شخص متخصص في هذا المجال لزراعة البذور على هذا الشكل كذلك سرعة النمو أو سرعة الإنتاج كذلك ستحمل انخفاض طريقة الحارة المتابعين بين الليل والنهار وخاصة فصل الشتاء أو الخريف كذلك سرعة النمو كذلك يزرع في جميع أنواع الأراضي كيفما كان أنواع الأراضي بين زراعتها أراضي التقيلة الخفيفة كذلك الأراضي الخصبة وتميع الأراضي بين زراعتها كذلك لا يحتاج كمية كبيرة من الأسميدة خاصة نقوم بتسميده بعنصر واحد وهو عنصر الأزود أو النيتروجي من البداية نقوم بتسميده مرة واحدة لا يحتاج إلى كمية كبيرة من المياه نقوم بتقيه أربعة مرات من البداية حتى النهاية كما تلاحظون بالنسبة للإنتاج أو الحصاد يبدأ الحصاد في ستين يوما إذا أردنا أن نقوم بحصاده عن طريق حزم خضراء وإعطائه للأعلاف لأحصنها للأبقار لجمال المواشي كيفما كان وخاصة إخوان الذين يعتمدون على المشاريع الزر الأبقار الحالو بإنتاج الحالو فهو جيد كذلك يوجد في عنصر البروتين ناحية الاستلاك كذلك سهل الهضم وعدد من المميزات في هذا النوع أو في هذا المحصول من السفل الأعلاف كذلك إذا أردنا أن ننتج أعلاف صلبة من الشعير عن طريق البطور بيعي كمحصول تجاري ربحي سوف يحتاج أكثر من ثلاثة أشهر ينتج الهكتار الواحد إذا أردنا أن نقوم بحصاده عن طريق البطور ينتج ما يقارب 30 إلى 35 قنطار في الهكتار الواحد من الأعلاف الصلبة في السفل الشعير ويمكن أن يتجاوز هذه الأرقام أكثر من 50 قنطار في الهكتار الواحد إذا كانت الخصوبة وكذلك التسميل والسقي كذلك يمكن أن زراعته كزراعة تجارية ربحية كذلك أو زراعته للاستهلاك الحيواني المباشر عن طريق حشي عن طريق حزم يتحمل الأراضي التقيلة أو الأراضي الخفيفة بالنسبة لزراعته كذلك يمكن أن زراعته حتى في الأراضي نسبة الملوحة التي توجد في التربة كما تلاحظون يتحمل من خفاة درسة الحرارة طرق السقي يمكن أن يستقي عن طريق الرشاش الزراعي وكذلك الأمطار أو طريق لا يحتاج كمية كبيرة من السقي بالنسبة للتسميد نقوم بتسميدي بدفعة واحدة عندما يصل العمر 21 يوم من النوم نقوم بتسميدي مرة واحدة كما تلاحظون معي في هذه المرحلة سوف نقوم بتسميدي بعنصر الأزود أو النتروجين أو سمات الصوربين يمكنك التسميدي بالنسبة لكمية فإلا تتعدى 120 كيلوغرام في الهكتار على واحد فقط يمكننا تسميدي بهذه الكمية لا داعي لتسميدي بأسميدة أخرى يمكنك إضافات بعض أسميدة كسمات الفوسفور إلى آخر إذا أردت فقط عنصر واحد وهو عنصر النتروجين أو الأزود كذلك يمكنك التسميدي بأسميدة عضوية من مخلفات الأبقار والأغلام كذلك فهو جيد جدا من ناحية العناية فهو شابه بالزراعة القمح بشكل كبير بطوره في المتناول من أهم المحاصل الزراعي في صنف الأعلاف في فصل الشتاء والربيع والخريف كذلك يمكنك أن زراعته يتحمل إنخفاء دارس الحرارة كذلك لا يحتاج كمية كبيرة كذلك سرعة الإنساج وسرعة النمو إذا أردنا أن نقوم بحصادي عن طريق حزن خضراء كمية البدور في الهكتار واحد مئتين كيلو جرام في الهكتار الواحد طرق الزراع طريق النتر وبالتوفيق